قامت وزارة الداخلية بتوزيع الورود والهدايا على المواطنين بالشوارع والمياتين جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ثانية وسبعين لعيد الشرطة تحتفل مصر بعيد الشرطة الثاني والسبعين والذي يجسد قيم التضحية والفداء وتلاحم الشرطة مع الشعب لحماية امنه وطرابه واستقلاله ولانه عيد لكل المصريين فقد حرص رجال الشرطة على اصطحاب طلبة عدد من المدارس في حافلة مكشوفة تجوب شوارع ميادين القاهرة تنطر الفرح والبهجة احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الخالبة مظاهر الاحتفال بعيد الشرطة تضمنت نزول رجال الشرطة بألحاء الوطن الى الشوارع والميادين للاحتفال مع المواطنين بهذا الحدث الوطني الذي يعد علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث تهنئة متبادلة بين المواطنين ورجال الشرطة الذين اهدوهم ورودا وهدايا بهذه المناسبة الخالدة في الذاكرة الوطنية مع كلمات الشكر التي تعكس التقدير الكبير للدور الوطني للشرطة المصرية عبر العصور في ارساء دعائم الامن والاستقرار احنا مبسطين بالامن والامن اللي راح نرجعنا فيه ووجودكم في الشارع اكبر رسالة للامن والامن اللي احنا وصلنا لكم شكرا لكم على الامن اللي احنا شايفينه في المحافظة لوحة وطنية تشهدها الشوارع والميادين احتفالا بعيد الشرطة تزينها الفرحة الكبيرة على وجوه الجميع بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي يأتي الاحتفال بها كل عام ليذكر الجميع بمدى التلاحم الوطني بين الشرطة والشعب المصري العظيم تحية مصر وتحية الشرطة المصرية وكل سلاهم طيبين ومصر جلاب تحية مصر تحية مصر تحية مصر المصريين لما يحبوها كان بتلاي عزيمة وضحية عبطل والتوفي وع واللي هيستهون بتاريخها فورا هيلا كل سلاهم الطيبين جميعا على المجهود المبزول ده وحاجة يعني مفيش بعد كده والله ربنا يوفقكم دايما ونبقى في حما الله وحماكم حبيبنا رئيسنا السيسي احنا بنقولك كل الشكر وكل التأدير وكل الحب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة